المعارضة ستعود بقوة قلتي أن المعارضة ستعود لتشارك في انتخابات الصوت الواحد بنسبة 80% من رموزها لماذا عادت المعارضة لتشارك في الانتخابات انتخابات الصوت الواحد غيرت حساباتها ندم أم اعتذار لا ما اعتذروا ندم 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 حسبوها تركوا الساحة خاصة بالنسبة للسياسي لما يترك الساحة ويشعر بأن يشعر هو بالفراق يشعر هو بالفراق فبالتالي يريد أن يشغل نفسه مرة أخرى يريد أن يعود إلى الأضواء يريد أن يعود إلى التأثير لأن وجوده حتى بالتخلي عن المبادئ أين ولو الانتخابات كانت بعد مئة سنة بالصوت الواحد لن نشارك الانتخاب ألو حكمت المحكمة الدستورية الناس تنسى الناس تنسى الناس تنسى وراح تشوف ما نستيناك نحن نقول كلامكم نحن نقول شذيه هم طبعا بالنسبة لهم يرون بأن ما أقدموا عليه في تلك الفترة كان أمر استخطاق واجب وطني لهم وعودتهم كذلك الحين يسمونها واجب وطني تقصدين منه بهذه تقصدين منه بهذه تقصدين منه بهذه أن عودتهم واجب وطني والله كل من أعلن بأن عودتها هو واجب وطني فهذا هو اللي أقصده ما رأيك بعودة حدث رهم كذلك حدث أعلنت نفس الشيء وبيانهم طبعا بعدهم ما نشروا لكن الرؤوس الأقلام اللي أشاروا فيها وأعلنوها كانت تشير إلى هذا الأمر بأن هذا هو واجب وطني طيب واجب إذا كان واجب وطني الآن لماذا تخليت عن هذا الواجب البطني في الانتخابات السابقة واللي قبلها